الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو شباب العالم لحضور مؤتمر الشباب في شرم الشيخ أكد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يدعو جميع شباب العالم لحضور مؤتمر الشباب القادم في شرم الشيخ لحضور التجربة التي أطلقتها مصر مع شبابها على مدار الفترة الماضية لأنها كانت فكرة لافتة إلى أنها فكرة ثارية للغاية وتطورت الفكرة لتشمل شباب العالم جاء ذلك خلال حواره عبر قناة فرنس 24 والتي أجرى فيها حوار سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته لفرنسا الأسبوع الماضي عن هذه الدعوة لأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد غدا السبت أولى أيام منتدى الشباب العالمي اللي هيكون موضوعنا في فكرتنا الحوارية الأولى النهاردة عمل رائع جدا بحي عليه السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا وكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر علشان يجيبوا شباب العالم كله يشوف مصر الآمنة المستقرة الجميلة بشعبها وبأرضها وبجوها وبسماها وببحرها وأنهرها ويشوفوا قد إيه شباب المصري شباب واعد والاختلاط الثقافي أو الاندماج الثقافي اللي يحصل بين شباب العالم وبين شباب مصر أكيد ده يثري الحياة الثقافية في مصر بعد كده أنا بحيي كل القائمين على هذا المؤتمر وإن شاء الله مؤتمر يكون عالمي بالفعل ويعد على خير إن شاء الله